تكلمني عن موقف القوميين العرب من الغزوم خلنا نفرق بين الحركة الوطنية القومية ككل وبين أشخاص من ضمن هذا التيار ربما لا يكونوا منتمين للحركة القومية العربية صار عندهم حالة انكسار ليش حالة انكسار لأنه كانوا يرفعون الصوت نحو الوحدة العربية وحزب البعث نفس الشي عنده شو اسمع عنده نفس التفكير يعني وحدة عربية وذلك صار عندهم فعلا حالة انكسار ما استطاعوا أن يتحدثوا عن موضوع المستقبل بينما أنا كنت واعي للعملية صدام حسين لم ولن يمثل القومية العربية وإنما إنسان ديكتاتور أول ما بدأ بدأ بربعة يعني فهو لا يمثل الفكرة القومية يبس تلمدوا صار انكسار حق منه صار لبعض الأشخاص اللي كانوا يتبنون الفكرة وربما يكونوا ضد صدام حسين لكن يتبنون الفكرة القومية محسوبين على القومين العرب هؤلاء الناس انكسروا يعني ما قدروا يوجهون الناس ما قدروا يوجهون الناس كل ما قالوا له هذا مو صدام حسين يدعو الوحدة العربية أنت متدعو الوحدة العربية شنه الفرق بينك وبينهم بينما الفرق واضح تماما بالنسبة لي أنا شخصيا لأنني أعتبر أن صدام حسين هو إنسان ديكتاتور ولا يمت للقومية ولكن ممكن أي ديكتاتور أن يتشبث القومية كما تشبث هتلر بالنازية وديكتاتور هو شخص فردي يقود المجتمع حسب وجهة نظره ومن يخالفه يقتل أكلمني من الثاني على موقف القوميين العرب ورموز حركة القوميين العرب اللي كانوا موجودين وتأييدهم لصدام في ذلك الوقت منتأكيد كانت تعصلك أخبار سواء قبل ما تجي لكويت كنت على تواصل أنت مع الدكتور أحمد الخطيب في النهاية هو عنده علاقاته عنده علاقاته أنا أقول عنده علاقاته مع جورج حبش طيب سأله منه سأل منه الدكتور أحمد الخطيب صديقه صديق من روح ياه جورج حبش كان لها موقف سيء وكان لها سيء سكر التلفون لا قولي بالتفسير شو ما صار لا تختصر ما أجتراني أنا عنده علاقاته أنا سمعت إيه اللي سمعته شنو أبي علاقاته سمعتي قال لا لا أنا مع صدام حسين وهذا قال لا ما سكر التلفون بوجه ومن ذاك اليوم ليومك الحالي ما أتكلم معه زين وهذي طبعا موقف يعني صعب بالنسبة لدكتور أحمد الخطيب شن جورج حبش يعني شخص صبا يتالي جسمه ونايف حقوات ما نايف حقواته أيضا كان عنده موقف سلبي من الغزو ايه نايف حقواته شنو كان عنده موقف كنت في النهاية هذا اللي كانوا يمثلون في مرحلة ما رمزية معينة للقومين العرب نايف حقواته من زمان ها من زمان من شق عن حركة قومين العرب وعن الجبهة الشعبية اللي كانت تمثل حركة قومين العرب ها اللي كان يقودها جورج حبش وشكل الجبهة الديمقراطية صحيح هذا حلم معروف هذا ماركسين لنينين هذي هرى ماركسين لنينين انتهت حركة قومين العرب ما عادل أن احنا شو اسمه اه تصارف حركة قومين العرب انتهينا من زمان يعني ماشي فلنطرح للسؤال بشكل آخر العروبيين اللي كانوا موجودين بقايا حركة القومين العرب هذي لي بقاياهم بقاياهم هذي اللي تكلم عنهم على اساس هذي لي الاغلبية الساحقة منهم كانت مؤيدة لصدام لا الخليجيين ما كانوا لكنهم انكسروا الفلسطينيين نعم بما فيهم ياسر حرفات وجورج حبش نايف حواتمة وكل الساحة الفلسطينية وكل الساحة الاردنية زين كانوا مع صدام فشنو فرقهم على الخوان المسلمين شنو فرقهم